لم يتأخر الترحيب الأمريكي بالدعم التركي لانضمام السويد لحلف شمال الأطلسي وردت عليه واشنطن بإطلاق وعود مغرية للأتراك فما انصدرت الإشارة الخضراء من الرئيس التركي رجب تايب أردوغان حول إمكانية تأضم السويد للنيتو حتى ورد اتصال هاتفي من وزير الدفاع الأمريكي لايد أستن لنظيره التركي يشار بشار غالر أكد له في دعم واشنطن لمساعي أنقرة للتحديث العسكري لجيشها كانت تركيا طالبت في أكتوبر 2021 شراء أربعين مقتلة من تراز F-16 ونحو ثمانين مجموعة من قطع الغيار لتحديث أسطولها الجوي الحربي بما قيمة عشرين مليار دولار يعتقد أن الطريق باتت معبدة لإنجاز هذه الصفقة بعد الموقف التركي بشأن انضمام السويد لحلف النيتو كان الرئيس التركي قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي جو بايدن الأحد الماضي بحث خلاله الموضوع أيضا أوضح فيه أردوغان لبايدن أن ستوك هولم اتخذت خطوات بالاتجاه الصحيح حتى تصدق أنقرة على طلبها الانضمام للحلف دون أن تعرف ما هي هذه الخطوات فتركيا كانت تعارض انضمام السويد للنيتو بسبب إيواء الدول الإسكندنافية مسلحين من حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا والسويد والولايات المتحدة وأوروبا كانت أنقرة تشترط تسليمها إياهم إلا أن السويد رفضت وبالتالي لم تنتفي أسباب المعارضة التركية لانضمام السويد لكن ورقة قديمة جديدة أشرها الرئيس التركي رجل طيب أردوغان مقابل قبوله بموضوع السويد ألا وهي إعادة فتح محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي المجمدة منذ فترة إلا أن الجواب أيضا لم يتأخر حيث سارع الأوروبيون إلى رفض مطلب أردوغان مؤكدين أن انضمام السويد إلى النيتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قضيتان منفصلتان بينما جاء في بياد للنيتو أن السويد أعلنت عزمها دعم جهود انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وبقوة لملف عالق منذ العام 1987 لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر